يو السلام عليكم شباب في فيديو جديد على قناتكم جيمز بارك اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله كما قلت لكم سابقا سوف نقوم بالتحرف على خطة رائعة نارية في تحديث اي فوتبول 23 هذه الخطة يا صديقي سوف تكون خطة متكاملة سواء من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية سوف يكون دفاع قوي وكذلك سوف يكون هجوم خرافي وكذلك سوف نقوم بالتعرف على ستايل لعب لا يصدق المهمة هذه الخطة التي تقوم بشرحها في الفيديو السابق لكننا اليوم سوف نعتمد على خطة اخرى وهي ليست خطة يعني غريبة او جديدة او ممتلك يعني مملوكة لأحد الفرق يعني هذه الخطة هي موجودة في اللعبة بشكل عادي لكن العديد من الاشخاص لا يعتمدون على هذه الخطة بينما هي من اقوى الخطط او التكتيكات يعني الموجودة في اللعبة تقوم بالضغط على المدرب تقوم بالضغط على هكذا ثم تقوم بالبحث يعني هذه هي الخطط الموجودة في اللعبين هناك العديد من الخطط لكن تحتاج فقط يعني الى اختيار الخطة وكذلك ضبط اللاعبين مع هذه الخطة سوف نقوم اليوم بشرح خطة اربعة تلاتة واحد اثنان والان نقوم باختيار خطة اربعة تلاتة واحد اثنان وسوف تظهر معنا هذه الخطة اقوم بضغط اللاعبين هكذا مثلا اضع هنا اضع هذا اللاعب هنا اقوم بتحويل هذا هنا واقوم كذلك بادراج لاعبين من التشكيلة مثلا هنا اعتقد سوف اضع برناردوسيلفا هنا وصوف اضع ليفاندوسكي كرأس حرباء والان هذه هي التشكيلة حسن الان قمنا بمعرفة التشكيلة لكن الشيء المهم هو المهم يعني أكثر من التشكيلة كما تشاهدون كنت ألعب بتشكيلة يعني خمسة في الدفاع لكن الأربعة في الدفاع وكل شيء تغير لكن الإنسجام يبقى كما هو يوسر هنا هو في الستايل المعتمد في هذه التشكيلات أفضل الذي أنصح به دائما وأنصح بتدريب اللاعبين عليه وهو الهجمات المرتدة سواء أن يكون هذا الهجمات المرتدة يجب عليك تدريب اللاعبين على الهجمات المرتدة لأنها هي أقوى سلاح داخل الملعب خاصة في الأونلاين أنا الآن قمت بتدريب اللاعبين على اللونغ بال كونتر نقوم بالضغط على هكذا وتبقى يعني يبقى يعني ستايل الكويك اللونغ بال كونتر وكذلك الكويك كونتر أفضل يعني ستايل للعب في تحديث اي فوتبول اثنين وعشرون أو ثلاثة وعشرون كما ترى الآن هذه هي الخطة وكذلك قمنا بصراح يعني ستايل اللاعب الذي سوف نعتمد عليه داخل الملعب لكن كل ما بقي لنا الآن هو معرفة يعني قدرة هذه الخطة داخل أرضية الملعب وكيفية تحريك اللاعبين داخل أرضية الملعب لأن هناك بعض الأشخاص يقول لك قمت باختيار تشكيلة جيدة قمت بتدريب اللاعبين قمت كذلك باختيار المدرب يعني بشكل جيد حيث يتناسب يعني ستايل المدرب مع الطريقة التي قمت بتدريب اللاعبين عليها الانسجام لديه مئة بالمئة لكن آآ الفارق داخل أرضية الملعب ضائب لذلك يا صديق سوف أشرح لك الآن كيف تقوم باللعب بهذه التشكيلة أربعة واحد أربعة تلاتة واحد اثنان داخل أرضية الملعب وكيف تقوم بتحريك اللاعبين داخل أرضية الملعب وننتقل الآن إلى المباراة سوف نقوم بتجربة هذه الخطة أوفلاين كما نرى يعني هذه هي الخطة لا يعني أي لعب يمكنك الاعتماد عليه سواء في الدفاع أبهار أو وسط ميدان أو هجوم يعني أو مركز لا ام اف يمكنك الاعتماد على أي لعب متوفر لديك ليس حكرا أن يكون لديك ميسي أو كيميتش أو برناردو سيلفا في هذه الأماكن يعني أي لعب متوفر لديك يمكنك الاعتماد عليه لكن أنا أنصح صراعا بفير أصل حرف أن تضع مبابي وكذلك تضع مثلا هالاند سواء هذه النسخة المتوفرة يعني كانت متوفرة سابقا أو أي نسخة متوفرة يعني يمكنك الاعتماد على هالاند أو مثلا مبابي يمكنك الاعتماد على هذين اللاعبين في رأس الحرب لأن ستايل اللاعب في هذه الخطة هو هجمات مرتدو هذين اللاعبين السريعين خاصة مبابي ويعني مبابي في نجمة الأسبوع يعني لا تتحدد عنديك النسخة فهي نسخة خرافية وسوف تفيدك كثيرا في الهجمات المرتدو نقوم بالدخول إلى المباراة كما ترى الآن والمهم أنه منذ ضربة البداية يقوم الفريق بالضغط يعني نقوم بالضغط على الخصم تلقائيا الفريق يقوم بالضغط على الخصم منذ ضربة البداية كما ترى يعني حتى الخصم لا يمكنه تجاوز المهاجمين أو وسط الميدان يعني الخصم لن يستطيع الوصول إلى الدفاع الخاص بك كما ترى هنا الآن يتم الضغط على الخصم بلاعبين يعني لن يستطيع المرور أبدا ويتم قطع الكرة والآن تشاهدوا الصرعة في بناء الهجمات عندما نقوم بقطع الكرة يعني لأننا نلعب بالسطايل الهجمات المرشدة الآن يتم قطع الكرة انظروا إلى الصرعة في بناء الهجمة كما ترى كيس هو الذي قطع الكرة في الخلف ولكنه الآن يصبح كأنه يدعم المهاجمين وتصبح تلعب بأربع خمس مهاجمين وتسجل هدف يعني في أول عشر دقائق من المباراة بسرعة يتم قطع الكرة من الخلف اللعب الذي قطع الكرة وهو كيس وهو الذي قام بالتمرير إلى هالندا الذي أعاد الكرة إلى مبابي وتم تسجيل الهدف رغم أن مبابي كان في الخلف عند البداية الآن ننتقل لنرى الأدوار الدفاعية كما ترى هنا كانسلو الذي هو ظاهر الذي يساند الهجوم انظروا كيف قام بقطع الكرة رغم أن الكرة كانت مرتفعة لكنه يعود بسرعة لقطع الكرة وتم بناء الهجمة كذلك بسرعة انظر إلى كانسلو هنا في الخارطة بالأسفل يساند الهجوم الآن هو في وسط الميدان وتقوم بكسف يعني مساحات عن طريق رأس الحرب وتقوم بتسجيل بميس انظروا إلى كانسلو الآن إن هو متواجد هنا بالأسفل الآن يقوم بالعودة بسرعة حتى لا تكون هجمة مرتدة للفارق الخاص بكم انظروا إلى الدفاع رغم أنه يعني كان كانسلو في الأمام هذا بسرعة إلى الخارط بمساندة الدفاع ويبقى الدفاع رغم يعني كانت هناك هجمة لنا يعني في الفارق الخاص بي كان هناك هجمة لي لكن الدفاع يقوم بالعودة بسرعة لتفادي أي هجمة مرتدة ويقوم ببناء الهجمات كذلك بسرعة حتى يعني لا تستجعلك أي أهداف كمان ترى هنا الآن يعني انظروا إلى ترينت ألكسندر أرنولد أين هو متواجد الآن لكن فورا قطع الكرة يقوم بالعودة انظروا عندما لاحظوا أن الكرة اخترت من الطيع يعود وانظروا إلى كانسلو إلى أين وصل الآن عند الهجمة هذا الهدف لم يتم تصويره لكن سوف نشاهده فقط في الإعادة لتروا أن يعني لعبي الوسط كيف يساندون يعني رغم أن كيميتش هو دي ام ايف أو يعني برناردو سيلفا هو سيم ايف يساندون في بناء الهجمات انظروا إلى التمريرة التي قام يعني برناردو سيلفا بلعبها في العمق هنا انظروا يعني يعطيك انفراد أمام الحارس وعند نهاية الشوطة الأول كما نرى الآن سيطرة تامة للفريق الخاص برنار في الاستحوان 60% في التزديد يعني الفريق الخصم كما تشاهدون صفر تزديد سواء خارج المرمى أو على المرمى يعني هذا الفريق الخصم لم يصل إلى المرمى ببتاة هذا ما يثبت أن هذه التشكيل متكاملة كما قلت لكم من الناحية الدفاعية والهجومية سجلنا هذا فين ولم يصل الخصم إلى المرمى وننتقل للشوطة الثاني انظروا مثلا عند قطع القرى من ميسي حتى هذه اللحظة هناك أربعة مهاجمين في الأمام يعني هذين أربعة مهاجمين مضمونين وهناك التلنت أليكساندر آرنوند الذي يقوم بالجري للمساندة وكذلك هناك كانسيلو وكيسي الذين كانوا يجريون أيضا للمساندة الهجومية يعني حوالي ست أو سبع مهاجمين في لحظة واحدة عند قطع القرى والقهام بهجم مرتد وكما ترى يقوم بابي بالدخول إلى الأمام وسوف يصبح في انفراد أمام المرمى والذي قام بتمريره هو كيميتش الذي يلعب كـ DMF وتقتصر أدواره فقط على الأدوار الدفاعية لكنه يقدم تمريرات حاسمة أمام المرمى وذلك لأننا نلعب بالسطيل الهجمات المرتدة والمهاجمين يكونون سريعين جدا المهم يا أصدقاء هذه هي النتيجة النهائية للمباراة كما تلاحظون للسحوات 59 مقابل 41 التسديدات 15 مقابل تسديد واحدة تسديد على المرمى 11 تسديد مقابل تسديد واحدة للفارق القسم يعني التمريرات المكتملة وكل شيء يعني السيطرة تامة على أرضية الملعب مقابل الفارق القسم الذي لم يستطع الوصول أو تهديد المرمى الخاص به ورغم أن يعني المدفعين كانوا يسعدون لمساندة الهجوم وكذلك يعودون لمساندة الدفاع لكن المرمى لم يتم يعني تشكيل خطورة عليه من غفل